اشتركوا في القناة اربعمائة الف متر مكعب يوميا وتحسين الوضع البيئي في المنطقة واكد الوزير ان مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي يعد احد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في قطاع الصرف الصحي حيث سيصفم في رفع اداء مركز توبلي لانتاج المياه المعالجة ومضاعفة الانتاج اليومي ومواكبة الاحتياجات الخاصة باعمال الري والتجميل الزراعي واستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة الى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية وشدد الوزير خلال الزيارة على همية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وتطبيق كافة المعايير لضمان سلامة العاملين في المشروع لافتا لانه تم انجاز اربعة ملايين وثمانمائة وستة واربعين الف ساعة عمل من غير اصابات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة